ايوة مين سلام عليكم ده منزل لميس الشريف ايوة يا حضرت الزابط خير في حاجة مطلوب الابض عليها ليه حضرت الزابط هي عملت ايه نادلها وهي لما تيجي هتعرف كل حاجة هي ايه يا حساب مين اللي على الباب فيه زابط واقف بره يا تيتا بيقول انه عايز لميس عايز لميس ليه تعال اما نشوف غير يا حضرت الزابط لميس في الجامعة مش موجودة حصل حاجة جامعة جامعة ايه انتو بتهربوها مننا وهنهربها ليه بس يا حضرت الزابط هي عملت ايه عشان تيجي تقبض عليها لما تيجي الاسم هتعرفه كل حاجة وياريت ما تتأخرش علينا عشان الموضوع ما يكبرش ماشي يا حضرت الزابط اما ترجع من الجامعة هجيبها ونيجي الاسم سلام عليكم يا ترى عملت ايه يا لميس هو احنا وش اسام وبهدلة انا توديني الاسم بعد العمر ده واتبهدليني ما تخافش يا تيت اكيد في سوق تفاهم ربنا يسطر يا ابني سلام عليكم ازيك يا حسيم اتأخرت ليه يا لميس انا ما اتأخرتش ولا حاجة انا خلصت محضرت وجيت ازيك يا تيت عملتي ايه يا لميس فيه زابط كان جاي يقبض عليك النهاردة يقبض علي انا ليه انا ما عملتش حاجة فبيلا بينا يا لميس نروح الاسم نشوف ايه الموضوع لا استنوا انا هلبس واجي معاكم لا خليك يا تيت ما ينفعش عشان ما تتبهدليش لا طبعا لازم اجي معاكم يا ابني ايوة يا حضرة الضبط دي لميس اختي ياريت نعرف بقى في ايه هتعرفوا كل حاجة دلوقتي لما شغل الفلاشة اتفضلوا ايه رأيك بقى يا لميس في الفيديو ده مستحيل ده يكون فيديو حقيقي ده فيديو متفابري مستحيل يا حضرة الضبط ده يكون فيديو حقيقي يا لميس اختي هتسرق ليه ومش ناقصنا اي حاجة مش ممكن تسرق ابدا لا لا مستحيل مستحيل اللي انا شايفاه في الفيديو ده والله انتو شايفين بنفسكم وفيه فيديوهات تانية كتير وهي بتسرق محلات تانية يا حضرة الضبط انا ايه اللي هيخليني اعمل كده انا من عيلة محترمة وغنية وفي كلية كويسة مش ممكن اعمل الكلام ده اكيد فيه حاجة غلط يا حضرة الضبط صدقني كلكم بتقولوا كده انا مش مصدقة نفسي معقول تكون عايشة لحد دلوقتي هي مين يا تيد اه ها اه لا لا مفيش وانت بقى تعرفي حاجة يا مدام ومخبيها عننا ولا بتحاول الداري على لميز الجريمة دي الانقار مش هيفيدها طبعا يا حضرة الضبط انا طول الوقت في الجمع وبخدر محضراتي كلها ووقت تصوير الفيديو ده انا بكون في الجمع ومستحيلة كلنا اللي عملت كده طيب تمام انا هبعت عسكري حالا للجمع يتأكد ان انت بتبقي هناك موجودة في الوقت ده ولا لا ياريت يا حضرة الضبط بسرعة احنا هنتجنن من اللي بيحصل ده انا عارف اختي ومستحيل تعمل كده اتفضلوا قعودوا ادقيني يا تيتا انا مش ممكن اعمل حاجة زي كده انا عارفة يا بنتي وهو بعث العسكري للجمع عشان يتأكد تمام يا فاندم المتهمة لميز كانت موجودة في الجمع وقت السرقة تمام يا عسكري اتفضل انت لا يا حضرة الضبط طمنا ارجوك كلامك مظبوط يا لميز انت فعلا كنت موجودة في الجمع شفت بقى يا حضرة الضبط ان حضرتك كنت ظلمها واتهمتها واحنا اكدنا لك انها مش ممكن تعمل كده انا بعتذر لكم جدا وتقدروا تتفضلوا طيب بما ان مش انا اللي عملت كده مين اللي متصورة في الفيديو دي دي شبه جدا انا مش قادر يا ولاد فالحقوني تيتا 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 انا هطلب لها الاسعاف بسرعة لا يا دكتور ارجوك طمنا على تيتا اخبارها ايه هي فائت ولا لتا الحمد لله احنا عملنا اللازم وهي كويسة دلوقتي بس هي تعرضت لهبوط شديد اصل لها ازمة كبيرة واصطرت عليها هي هترتاح شوية واول مدفوق هكتب لها اذن خروج متشكل يا دكتور ممكن نفضل جمعها لحدها مدفوق ايوة مفيش مشكلة خليكم جمبها اخبارك ايه يا تيتا حضرتك كويسة دلوقتي ايوة انا الحمد لله احسن طيب يا تيتا انا هروح انادي للدكتور عشان يعملك اذن خروج معقول يا تيتا تيجي معنا الاسع قلنا لك بلاش خليكي عشان صحتك اهوة انت تعبتي وما كانش ينفع تروحي معنا الاسع خلاص يا لميس انا مش عايزة كلام في الموضوع ده اسكتي بقى حاضر يا تيتا انا اسف هو في حاجة حضرتك مخبيها علينا ها ايه وانا هخبي ايه وهخبي ليه اصلا انا 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 مفيش حاجة خبيها لا انا متأكد ان في حاجة ويريت لو في حاجة تقوليها لنا حاضر يا حسام ما تشغلش بالك يلا طلعوا ناموا بقى ده كان يوم طويل وصعب لازم ترتاحوا وانا كمان عايز ارتاح عاضر يا تيتا تصبحي على خير الو سلام عليكم ازايك يا حضرة الضبط انا جدة لميس اهلا وسهلا يا مدام لو سمحت يا حضرة الضبط لو عرفت اي خبر عن البنت اللي في الفيديو يارد تبلغني فورا قبل ما تتخذوا اي اجراء ضدها ليه حضرتك تعرفيها ده موضوع قادم جدا لازم ابلغك بي وتبقى عارفه تمام يا مدام تمام يا مدام اول ما نوصل لها هنبلغك عشان نعرف كل حاجة شكرا يا حضرة الضبط صباح الخير يا تيتا صباح الخير يا حسام اخبارك اي النهاردة يا تيتا كويسة؟ ايوا يا حبيبتي الحمد لله احسن كتير ايه يا لميس مش رايحة الجامعة النهاردة؟ لا يا حسام مش هروحي النهاردة ماليش نفسي بصراحة انا متضايق قوي من ساعة الفيديو بتاعي مبارح لا يا لميس ماينفعش كده انت لازم تروحي الجامعة خلاص يا حسام سيبها ترتاحي النهاردة برضو يا تيتا مش عايزة تقولي مخبيه علينا ايه؟ شكلك مبارح كان مرتبط جدا وانا متأكد ان كان فيه حاجة انت مخبيها فعلا يا حسام يا بي فيه موضوع قديم وماينفعش خبيه عليكم اكتر من كده لازم هتعرفوه طيب قولنا فيه ايه؟ من عشرين سنة وانتوا لسه صغيرين انت ما تولدتيش لوحدك يا لميس كان لكي اخت توقم ايه؟ ازاي اخت توقم؟ مش ممكن اهدي يا لميس استني لما نسمع تيتا للآخر ايوة يا بنتي انتوا كنتوا بنتين توقم انت يا لميس وهي كان اسمها رماس وطبعا انا قبل كده قلتلكم ان باباكم ومامتكم ماتوا في حدثة بس لأ دي ما كانتش حدثة دي كانت جريمة كبيرة قوي كان يوم عيد ميلاد حسام وكنا كلنا فرحانين ومبسوطين جدا لحد ما دخلت علينا مجموعة من الحرامية وضربوا كل اللي موجودين ومنهم باباكم ومامتكم وكلهم ماتوا وانا اخدتكم وهربت لان انتوا وقتها اللي كنتوا معايا وفضلت ادور على رماس ما لقيتهاش بس شفت واحد منهم شايلها وبيجري بيها وبعد كده الشرطة جت وقبضوا عليهم كلهم وخلاص قلت اخدكم ونسيب البلد دي ونروح بلد تاني وننسى الزكريات الوحشة دي ونبعد عنها بس الظاهر كده القادر ليه حجمة تانية هاول ما شفت الفيديو ما صدقتش نفسي وقلت معقول تكون رماس لسه عايشة وبتسرق كمان ازاي ليه يا تيتا ما تحكي لناش كل ده وتخبي علينا ما كانش ينفع اقول لكم الموضوع ده كان هيسبب لكم ازمة كبيرة ومش ممكن هتنسوا ابدا طيب هنعمل ايه دلوقتي احنا لازم ندور عليها دي توقامي كده ممكن الشرطة تقبض عليها وتحبسها ما تقلقش انا كلمت الظابط انه يبلغني لو وصل لمعلومات عنها او وصل لها بس احنا يا تيتا لازم نحكي له كل اللي حصل عشان يقدر الموقف انا دلوقتي هخرج هدور عليها هتدور عليها ازاي بس انا يا تيتا هدور في البلد كلها في كل الشوارع وكل الاماكن جايزة لقيها او قبلها اكيد مش هتلاقيها لانها مستخبية من الشرطة يعني هقعد ساكت كده لا انا لازم اروح ادور عليها يا ترى انا ممكن اقبلك فين يا رماس يا محل اللبس ده عنده لبس حلوة قوي انا نفسي يبقى عندي لبس حلوة كده ايه ده ده المحل فودي ما فيهوش حد هو صاحب المحل فين اما ادخل ااخد اي حاجة بسرعة من غير ما ياخد باله يا ترى انا ممكن الاقيك فين يا رماس انا لفت على اماكن كتير قوي اما ادخل الشرع اللي جاي ده ادور عليها هناك ايوا محدش شافني امامش بسرعة استني عندك انت مين وايه اللي انت واخدها معاك ده ايه ده ايه اللي انت واخدها من المحل ده انا لازم اتصل بالشرطة بسرعة اه ارجوك ارجوك انا ما عملتش حاجة ما عملتيش اما لانت دخلت المحل كده ازاي واخد الحاجات دي وماشي يا ليه من غير ما تدفعي تمانها ارجوك ارجوك بلاش تبلغ الشرطة لا طبعا لازم ابلغ الشرطة اتفضل يا حضرة الزابط هي دي ودي الحاجات اللي كانت واخدها من المحل يلا اتفضلي معانا على الاسم ارجوك يا حضرة الزابط انا ما عملتش حاجة ما عملتيش حاجة طب واخد الحاجات دي من المحل ليه بتتفرج عليها وهترجعيها تاني ايه الدوشة دي وعربيت الشرطة دي وقفة كده ليه اما انزل اشوف فيه ايه يا ترى ايه اللي حصل احنا هنقبض عليك انت عليك قضايا كتير يلا على البوكس ارجوك يا حضرة الزابط يلا من غير كلام اركبي يا خبر ايه ده انا مش مصدق عيني معقول اللي انا شايفه ده انا لازم اروح الاسم حالا واكلم تيتا ولميس لازم يجولي على الاسم الو ايوة يا لميس ايوة يا حسام هاتي تيتا وتعالوا على الاسم فورا فيه ايه يا حسام ايه اللي حصل مالك مشانة الشرطة ابضت على رماس ايه رماس انت شفتها انت متأكد ان هي ايوة يا بنتي شفتها بعيني يلا بسرعة طيب طيب انا هقول لي تيتا ونجي حالا تيتا يا تيتا ادخلي يا لميس يلا بنا بسرعة يا تيتا هنروح على الاسم الاسم تاني ليه يا لميس هنروح تاني لا يا تيتا المرة دي مش عشاني حسام كلمني وبيقولي ان الشرطة قبضت على رماس وهو راح وراهم على الاسم ولازم نروح لهم هناك رماس هقبضوا عليها طيب يلا بنا بسرعة يا بنتي يا حضرة الزابط لازم تصدقني انا مظلومة مظلومة وإيه اللي انتو كنت وغداها من المحل وخرجة ده يا حضرة الزابط انا فقيرة ببقى نفسي اوقات كتير في حاجة اكلها او حاجة قلبسها وابقى زي كل الناس طيب اعمل ايه وانا يتيمة وماليش اهل اعيش ازاي يعني يا حضرة الزابط انت لازم تسمع الحكاية كلها وتعرف الحقيقة اللي حصلت من سنين فاد حكاية ايه بقى اللي انت مخبيها وعايزة تحكيها رماس هي اخت لميس التوأم كان في حدسة قديمة هحكيها لك وانت لو سألت ورجعت للتاريخ هتتأكد من كلامي رماس اتخطفت وهي صغيرة طيب خلاص انا سمعت الحكاية انا هعمل اتصالاتي عشان هتأكد من الكلام ده ايوة ايوة تمام تمام التاريخ مظبوط طيب تمام تمام فعلا العصابة كلها اتقبض عليهم لكن لكن دوروا على رماس كتير وما لقوهاش هي دي بقى رماس اللي قدامك اللي اتخطفت من سنين اللي اتحرمنا منها من سنين انا مش فاهمة حاجة مين دول وبعدين انت شبهي قوي انا كأني ببص في مراية احنا اهلك يا رماس هانا جدتك وانا لميس هاختك التوأم وانا حسام اخوك يا رماس يعني انا ليه اهلي وعيلة زي كل الناس هي ايوة يا بنتي احنا عيلتك واهلك احنا قسفين على اللي حصل لك زمان بس احنا عملنا كتير قوي ودورنا عليك وملئنا كيش والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لك وهنغذك عشان تعيش معان بس يا مدام حضرتك دعليها قضايا كتير ولازم تدخل استجن او اصحاب القضايا يتنازلوا عشان اقدر اسيبها يا حضرة الزاب انا هدفع كل المبالغ اللي عليها وهتصالح مع اصحاب القضايا وهم لما يعرفوا الحكاية اكيد هيسامحوها طيب احنا هنبعت لهم كلهم عشان نقفل المحاضر والقضايا ايه ده ده طلع بجد ايه يا حضرة الزاب بعد ما دفعت الفلوس لكل الناس واتراديت معهم واتصالحنا اقدر اخذ رماث وامشي ايوة خلاص انا قفلت المحضر وكده تمام تقدروا تتفضلوا يلا يا رماث يلا يا ولاد انا خلصت كل حاجة ودفعت الفلوس يلا عشان نمشي انا مش مصدقة انت بجد جدتي ودول اخواتي ودفعتلي كل الفلوس دي عشان تخرجيني من هنا ايوة يا حبيبتي ده انا ما صدقت ان انت رجعت لنا انا عمري ما نسيتك ابدا يا رماث الحمد لله ان انت رجعت لنا يا رماث ياه الحمد لله وانا مبسوطة اوي ان بقى عندي اخت تانية ارخم عليها هي كمان